السلام عليكم الحباب ديالي كديرين لبس عليكم باخير كل شي مزيان هانا جيت لكم معاوت ثاني بالجديد ان شاء الله السيدة اللي كانت طلبتني باش ندير ليها تخطمو ديالي شامبينيو ديال دفران كان نقولها سمحيلي ولكن ما نسيتكش اليوم هانا جيت لك بالفيديو تخطمو ليها تتبعيها وبالطريقة اللي غنشرحها في الفيديو ان شاء الله كان نقول لكم شكرا بزاف على المتابعة ديالكم شكرا على الدعم ديالكم وله ليخطيكم وان شاء الله ديما نديا فاغما الجديد الى كان نغيب شوي عليكم راهي بحكم الضروف ديالخدمة دكشي علاش وسمحولي بزاف هانا جبت لكم هاد دو تخيطمو هادو ضروريين لشامبينيو ديالدفران الناس اللي دفرانهم يا اما كيكون بحال فيه شي دقيق بياد وغلاد يا اما كيكونوا بحال ميلين لوحد الزروقية في الدفران هادو كراهم سوصان دي شامبينيو وراهم كيتنقلو من دفر لدفر يعني يقدرو يبدايا في دفر واحد ويعادي دفران للاخرين كلهم دكشي لاش كان وصيكم ديما بالعينة يالدفران هاد شامبينيو راه غالبا كيجيه للرجلين لي الدين واحد نسباق لي لا لي كيكون فغيمو تكرفاس لهم على الرجلين عا تنقلهم لي الدين دكشي علاش كنقول لهم ان باش غط خطيوه ضروري تبعو هاد التعليمات هاد اللي ها نعطيكم وان شاء الله رهم ما هيبقاش فيكم العناية اول حاجة ديما الغسيل والترطيب ديال الدفران والبرد البرد البرد ثم البرد باش تبردوهم ما شاب المبرد الحدي تستعملوه اليوم وتستعملوه غدا انا ما كان صحش بهالطريقة هادي نهائيا سوانتم المتتبعين ديالي سوامي كليون في الخدمة ديما كنقول لكم تستعملو المبرد ديالخشب تاخدو دوبوات ولا تخوبوات حطوهم في ديوركو مراهم بتامن جيد جيد مناسب كتغسلو رجليكم في الليل كتنشفوهم زيان تبردو الدفران في الجناب ودفر من الوسط كتبردوه كيولي يعني ارطي طبق مزيان تما كتدوزو كديرو هاد الفيرني اونجسين فيغني ا اونجل هاد الفيرني هادا راه كيتدهن للدفيرات هم الاتمينة ديالهم راه كلهم شوية غالين ما كانش اللي رخيش وراح فيه الداخل كما كتشوفو قريعة وفيه هاد البلاستيكات هادو هادو راهوما اللي كانستعملوهم باش كندهنو دفيراتنا شاكجوغ كانستعملو وحيدا كل ما استعملنا هادوه كانستعملو وحيدا وكان نرميوها طريقة ديالو دو فواء بغ سومين جوج مرات في الأسبوع وصافي هاد اونجسين هادا بحيث هاد الفيرني راه كيبقى لسق على الدفر وكان نرميو نديروه للمرة الثانية دو فواء بغ سومين مرتين في الأسبوع وصافي كتبعوه تكتساليو واحد دو مواء راه فريمو الشامبينيون كيموت ما كيبقاش فاش كتساليو هاد التراتمون اونجسين كتبعوها دو مواء وصافي كيبال لكم الدفر بده كيبرا ومزيان والحمدول اللي عطا اين بون رزولتا راهما كتستغنوش على البريد وو العناية بدفران كتدوزو لهاد الكريم ليفونجيد كريم هاد البوماد راه هاد شامبينيو هاد حتى كتساليو تختمو لولا ديال اونجسين كتدوزو ليفونجيد ليفونجيد كتبقاو الدهنوها لدفرانكم في الصباح وفي الليل لدفرانكم كامل يندرج ليكم راه ها كتعطا اين بون رزولتا يعني هاد التاتيم ما تختمو حيت كتقتل الشامبينيو حيت كي ما شفتو انا راني ما هدرت ليكمش على واحد الكمبخيمي كيت تعطا دلي شامبينيو حيت كان بعض الناس كيصلح ليهم وبعض الناس ما كيصلح ليهمش ضنك باش انا انتفادا اي مشكل في الفيديو ما يمكن ليش نحطو حيت كيدر الكبدا اه الكلاوي داكشي كتكون ضروري خاص واحد الكونسولتا ميدسا هو اللي يقلب ويشوف شنو كاين خاصنا حتى نشوفوا باي اللي الكلاوي ديالو مزيانين ولكبدا مزيانين باش مايدارلوش الكبدا عاد كنعطيوه انا حتى في الخدمة عندي ما كنعطيش لي كومبخيمي ديال الشامبينيو الا في الحالات ديال ديال الشامبينيو الخفافين ديال بحلي طاش كي ما كنت هدرت ليكم عليهم حيت كيت تعطغي انفوا بار سومين اما هاد النوع ديال الشامبينيو ديال فران هادي الخدمة ديالهم راها كتعطي كل نهار كومبخيمي المادة كتكون حتى هي نفس المادة اللي في هاد الفونجي دلا تغبينا فين دكشي باش انا ما كنعطيش لي كومبخيمي كنعطي هي الخدمة العادية سامبل وراها بغيمو كتعطي حيث انا مجرباها اه اخداوها الكليون ديالي ودكشي اعطتهم نتيجة هائلة بالنسبة للناس اللي راها ما نسيتهم مش كذلك اللي قالوا لي عافك نادية راضرين على التولال هنا جبت لكم الخيط من التولال عندنا هنا يا فيوريولوس و فيوريستوب هاد اللي دو برودي هادو افكاس لتولال ولكن بطريقة كما كنقول صحيحة هاد فيوريستوب او لا فيوريوس كي يدار فوق من التولال طريقة باش كنديروه هو باش دغية يعطي انبون غزلطة غتصبروش شوية معايا حيث هو راها كيقر راح شوية ولكن فغيمو كيعطي انبون غزلطة غتشدوش مبرد او لاشي حجرة صغيرة هكا حجرة هيد رجليكم اللي كتحكو بها رجليكم هادي كتحكو بها التولالة مزيان كتحكو التولالة و كتديرو فوق منها هاد فيوريستوب او لا فيوريس اختاروا واحد فيهم اللي بغيتوه مبجوج بهم راهم تفوف رين فلي فاغماسي او للي بغا فاغماسي راهم كينين فيهم و الاتمينة ديال لهم فغيمو جد جد مناسبة لجامع هادا كي تستعمله مرة في النهار انا كان فضال يدار في الليل و كي يدار غي فوق من التولالة لا لا ما تخلي وش حيت هو راه فيه واحد واحد القريعة قريعة هي صغيرة وفيها واحد شيتة ذاك شي باش ديك شيتة اللي فيها كتديرو فيها هي شوية ديال الدواء و كتحطاه ها هي الداخل راه فيها واحد شوية انا ما يمكن ليش نحلها حيت ما كتتحلش حتى كتجي تستعمل الداخل راه فيها واحد شيتة بديك الشيتة كتحطو فوق من التولال اي فوق من التولال ان قيطة ديالدوة وهي راه كتحل كتجمد ديك البلايسات ديالدوة كتولي مغطية وبحال يابسة حيت ديك الدواء سبحان الله كيبس كتخليوه في الليل كتخليوه في الصباح عادي يغسلو في الليل لاغدليه ان شاء الله في الليل عو التاني نفس الطريقة كتغسلو ديك البلايسة شفتوا التولالة طايبة مزيان بلا ما تحكو شفتوا التولالة بحال فاش كتكون في الرجال وفي داكشرة صعيبة انها تدخيطة كتكون فغي مقاسحة وولي وحكو مزيان بالطريقة اللي يقلت لكم وولي وديرو هاد الدواء كل نهار فوق من التولالة ان شاء الله را ما هيبقاش هاد را حيت اصلا مجهد بحال الالكول كما قلت لكم را كيعطي واحد الغزولة هائلة غي تبعوهم وما تعيوش حيت كل نهار خاص ديرو نفس الطريقة داكشي باش كنقول لكم هي تبعوهم واحد شهر غادي تبعلكم التولالة بدات 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 بغي مكات طايبه شوية بشوية وكاتزول وكاتبدا وطريقة وبلاستها غين قيطة صغير ورا فوق من البلاست هاد التولالة كتبعوها واحد سيمانة حتلجو سيمانات وراها ما كتبقاش فمرة نهائيا هذا غيت تبعوه را هائل وان شاء الله كل مرة نجيب لكم موضوع وكما بغيت نقول لكم اللي عندو شي موضوع اولا اي حاجة بغانا نهضرو فيها بخصوص يعني الامراض اللي نجي الجميع غير يقول لي انا راني راه لاستشارة مرحبا بيكون في اي موضوع سواء ديال الادوية يعني الامراض سواء امراض مزمنة اولا يعني نفي تكون في بزاف الحوايج سواء في البخو دوي كوسميتيك كذلك اي موضوع بغيتونا نتكلمو فيه راني انا راه لاستشارة ديالكم الانيسا اللي قاتلينة ديال عفاك بغيت تخيطمون دلاكني هدريننا على لاكني راني حتى واحد الفيديو فيه تخيطمون ديال حب الشباب هديك تخيطمون ويخوديها بالطريقة اللي شرحت في الفيديو راه فغيموا تعتك انبون غزولتا والله يشفي الجميع ان شاء الله يا رب وشكرا بزاف على المتابعة مرة اخرى ان شاء الله موسيقى موسيقى